موسيقى طبعا المصريين وأكل المصريين خليني أخد عنوان كده ونسأل بعد ماذا يأكل المصريون ثقافتنا الغذائية اتغيرت خلال السنوات العشرين الأخيرة مع دخول التكاوي بقى في حياة المصريين ومأكلات كتير غريبة احنا عارفينها واتغيرت حتى يعني ايه شكل الأكل بتاعنا والهوية أيوة المصريين كان عندهم هوية غذائية لكن كمان اتغيرت كمان الخريطة بتاعتنا يعني أولا زادت بعد ده كله معدلات السنة كلنا عارفين عالية قد ايه زادت كمان أمراض السكر الضغط القلب الناس ما بتمشيش كتير ما بتعملش رياضة كمان أصبحنا كمان مائدة مفتوحة يعني زي كده الدسك الكبير بس تخيلوه مفتوحة لكل المطابخ الأخرى المطبخ السوري اللي احتل شوارع ومطاعم مصر أكله طحفة طبعا بس احنا بنتكلم بالنسبة للمصريين المطاعم اليمنية والخالجية بقينا نشوف عزومات غريبة تلاقي كده في العزومة انت قاعد ثواني دخل عليك خرفان مندي كبسة السوس بتاع المندي لا السوس بتاع الكبسة لا الشطيتة بتاعتها وحاجات كتيرة جدا كمان في مائدة المصريين لازم نقول طب هم راحت فين مائدة المصريين راح فين الأكل بتاعنا صحتنا اتغيرت وحاجات كتير اتغيرت كان عندنا هوية ثقافية يعني مختلفة عندنا أكلنا المختلفة عشان كده قررنا نمشي باتجاهين اتجاه نشوف تاريخيا راحت فين المائدة المصرية واتجاه مهم جدا صحيا ايه اللي حصل لنا وايه النتيجة ان احنا دخلنا على ثقافات مختلفة ربما تكون مختلفة عننا وعن البيئة اللي احنا عايشين فيها حنشوف ايه اللي حصل وايه اللي حصل في المائدة المصرية ديوفي الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد توفيق مساء الخير مساء الله وايضا ضيفي طبعا من الجانب الصحي والمهم اللي كلكو هتبقوا مهتمين به دكتور هاني جبران استشاري التغذية مساء الخير يا دكتور اهلا وساء لفن المؤلم باستاذ المشاهدين كلهم انا حدق بالنحية الصحية صحيح انا عايزة عنوان كده هل التغير اللي حصل في المائدة اللي انا قلتها لحضرتك والوصفات دي غيرت في صحة المصريين فعلا دي حيئة وخصوصا في الحاجات الجديدة اللي دخلت علينا والحاجات كمان الغريبة اللي احنا مش متعودين عليها منها ان احنا ابتدنا ناكل الاكلات اللي هي فيها الفاس فود اللي هي الاكلات السريعة اللي هي بتبقى فيها كميات دهون كتير ومقليات كتير هل دي غيرت فينا اه طبعا وغيرت فيها ان احنا زودنا المعدلات الكوليستيرول زادت في الدم فدي بتأثر على القلب في المرحلة معينة من حياتنا فهل ده ممكن يتغير هنحاول لكن هنحاول انه نعوعي كل المصريين يكلوا ايه وما يكلوش ايه علشان ما يتعبوش والاهم من كده ان احنا نخبالنا من اولادنا لان اولادنا هم دول اللي بيعملوا المشاكل هم هم اولادنا عاديين على نفس السفرة او نفس الطبلية او نفس الترابيزة بيأكلوا نفس الاكل بتاعنا ده كان زمان ما بيكلوش دلوقتي على نفس الاكل دلوقتي كل واحد بيأكل لوحده كل واحد ممكن ينزل واكل التكوية السريعة لفي الشارع والاخطر من كده ان الواحد ما بيطبخش في البيت وبيعمل ياخد دلوقتي ابليكيشن يطلب الاكل يجيله لغاية عنده في اوقات في اي وقت صبح دهره بليل مفيش حاجة ما افتار لا وبقى في افكار يعني انت تروح مثلا يقولك ايه ما ساندويتش القنبلة هو قنبلة فعلا ايو الرعشة لانه لانه هو عليك كل الحاجات اللي ممكن يعني بطاطس وجبنة ومسلا ممكن حاجة وفول وطعمية وبتاع فالمعدة الغالبانة دي تستحمل ايه زي هو دي حقيقة فعلا ان الحاجات دي تبتدت علشان مكسب اكتر وعلشان يعمل دعاية اكتر بيبتدى يحط حاجات مختلفة علشان يجذب بعين هو نفس الكلام ويجذبها شكلا كمان بتقالي الشكل بقى وانتشر الشكل والاعلانات والالوان والحاجات دي بتشد المعدة يعني بتعمل كده بتخلي المعدة عايزة تأكل الحاجات ودوة اللي خلى الناس كتير قوي يقولك اجرب حتى لو هو مش جعان يدوء وياخد حاجة من هنا وياخد حاجة من هنا هو دوة اللي خلاه يبقى فيه مشاكل صحية والمشاكل الصحية كترت من الاسباب دي وبدل ما يشربوا مياه كتير بيشربوا مياه غازية صحيح والاختر بيشربوا دلوقتي واللي شايفه مشروبات الطاقة اللي زادت جدا صح واللي هي مضرة على القلب أصلا مضرة جدا خلينا يا دكتور وإحنا بنشوف المشهد ده ده مشهد من فيلم خرجوا لم يعد وطبعا هنا فنان يحيى الفخراني وليلى علوي وفريد شوقي طبعا كل الفنانين الكبار والمخرج العظيم محمد خل البيض يفتح النفس زبدة والحين محمد خل نفس يفتح النفس محمد خل هنا كان عنده الحقيقة رؤية في الفيلم ده صحيح كان عنده رؤية بأنه برده كان شايف أنه المصريين في مشكلة بتحصل وأنه إحنا عندنا إسراف الأكل حتى لو بنحبه وكانوا بيربوا بقى هنا فرخوا بيأكلوا بس هنا كان بيأكل ده بيض بلدي وسمي بلدي لا ده الفطار بس ده الفطار والرغيف جواعتونا تكلمنا حناخد برده نعرف يعني عايزة من أستاذ محمد تاريخ المصريين بقى هنا يعني هنا إحنا بنتكلم البيض اللي بيأكلوه بلدي فإذا فيه ترابية دواجن صحيح فالزبدة يعني جاية من هما اللي بيعملوها صحيح والجبنة فكلمنا عن التاريخ نفسه هو فيه جزء الحقيقة أفلام محمد خان ده تاريخ لوحده فيه الجزء اللي علاقة بالأكل والمصريين يعني صح يعني إحنا ممكن تتعامل رسالة الدكتوراه عن إزاي أفلام محمد خان أثرت في أكلات المصريين آه يعني هقول مثال بسيط حضريكا تفتكري كويس مود على العشاء طبعا الفيلم كله مبني على إنك هتاكل مسقاعة في الآخر صح فالشعب المصري كله يتعلم يعمل المسقاعة بالبشاميلي دي بسبب الفيلم ده صح المسألة دي إنك بتقعد طول الفيلم تحبب الناس وهي يا سعد حسني نازل تشريم السوق إيه الطلبات اللي بتشريها فالناس بتكتب وراها صح والناس بتيجي رغم إن الأكلة في الآخر فيها سم قتل صح لوخان هو رصد مصري جدا هنا ده الأكلات المصرية وكان بيقلوا بصدق شديد يعني بيقلوا بصدق شديد وفتح النفس واللي هو النايب وقطع حطة الفرخة وكده طيب تاريخيا بقى المصريين عاشوا إن هم بيته مزرعته صح يعني بذات الفلاحيين صح هو تاريخيا إحنا يمكن يعني اتطرح كتير سؤال ماذا يأكل المصريين حتى على مدار السنين الكتير عن مدارة 100 سنة اللي فاته يمكن أنا لما رجعت الأرشيف الصحفي كان في السبعينات اتطرح السؤال ده وكان فيه إجابة غريبة جدا إن المصري بيأكل كل حاجة وبيأكل أي حاجة والأكل عنده أحيانا كتير مالوش علاقة بالثراء يعني هو بيحب يأكل المسألة مالاش علاقة بمين جني ومين فقير لدرجة اتعامل الدراسة في الوقت ده عن إنه الكرش المصري من 3 مصريين من 10 شخصات في العالم بيبقى عندهم كرش مسألة إحنا بنتكلم في السبعينات بنتكلم وإحنا لسه كان فيه طبلية وكان فيه فكرة اللحوم بتتاكل بطرشيد يعني كان أصلا اللحمة بتظهر في مصر يومين في الأسبوع كانوا بيأكلوها يوم الخميس يوم الخميس وبالذات في الريف وأحيانا الجمعة يعني حسب العادات بس كانت اللحمة نفسها مش موجودة في السوق اللي يومين في الأسبوع في أوقات كتير وكانت نفس المسألة الفراخ ليها أيام معينة ما كانتش متاحة كان تاريخيا المصري بيأكل إيه طوال الأسبوع طبعا كان كل يوم كان طبعا كان طبعا أكيد فيه يوم كشري أكيد فيه يوم بصرة أكيد فيه يوم لعلقة بي اللوبيا بقى اللوبيا والفصولية وهكذا طبعا الملوخية يعني سيطع البسلة دي غريبة جدا أنا اكتشفت أنه في وقت ملأوات أنه كانت البسلة في رمضان تحديدا الدولة بتضطر يعني تستورد منها ثلاث أضعاف الكمية من كتر من مصريين بيقدموا على أكل البسلة رغم أنها مش مشهور يعني ده قديما آه رغم أنها ما بقيتش يعني يمكن الملوخية أكثر شهرة الملوخية أكثر شهرة بكتير بس اكتشفت أن البسلة يعني المنافس الأول للملوخية على مئة طعام مصريين على مدار الـ 50-60 سنة اللي فاتوا بالإضافة لأنه في بقى أكلات كل شوية بتظهر اللي هي الترند بقى يعني يعني مثلا كان في وقت ملوات كان فيه أكلة المصريين بيعملوها في الفترة من 77-73 مثلا كانت ما سد الحنك أيوة أنا شفتها في أحد المطاعم وما بقيتش عارفة قاعد يحكي لي الحكاية دقيق وسكر دقيق وسكر بس دي أكلة فعلا هي سد الحنك يعني اللي هيكلها مشقدر يكمل خلاص وحيدخل قوي بقى ده حيدخل طيب أستأذنك قبل ما يتسد الحنك أنا عايزة أسأل دكتور دكتور هاني هنا الكلام اللي بنقوله إنه المصريين الكلام اللي قلناه ده هل التغير ده المصري كان بعيش على النيل وبيزرع وبياكل صحته كانت أحسن كان يحب الخضار جدا خضار مشهور في مصر نصب تتكلم بقى على المخية الجرجير الفجل الحاجات دي أي حاجة طلعة من الأرض وصحية ما فيهاش كيمويات هيبقى ده أخد أكل صحي أكتر لو هناخد حاجات من الأرض حاجات مطبوخة وعملينها في بيتنا هنبقى صحيين أكتر وده بصفة عامة حتى في الأنظمة الغذائية بنحط لهم لازم يبقى فيه خضار يبقى فيه سلطة ده جزء من النظام الغذائي لكن لو هنغير في حياتنا وحنبتدي ناخد حاجات جاية تيكاوي أو الحاجات اللي هي جاية من الشارع وأولادنا من علودهمش إنهم ما ياخدوا وده مقرمشات يعني المقرمشات اللي بياخدها الأولاد الصغيرين دلوقتي خطر جدا من الحاجات دي أنا كلها كربوهادريت مظبوط يعني بتنفيشوا على الفاضي أيوة ولو حتى لو راح أخد الوجبة السعيدة يقول لك ياخد أولادنا ونروح لوجبة السعيدة أول أولاد كلها عايزين اللعبة أساسا مش عايزين حاجة لكن بياخد مع الوجبة دي بياخد فيها حاجات مقلية وحاجات اللي هي مصنعة وانت بقاش لحوم قوي البرجرز اللي موجود فيها ده بقاش كويس قوي لكن لو عملنا الكلام ده في بيتنا هيبقى أحسن لكن المشكلة المجتمع كله هو اللي بيحرضنا نحن ننسي الكلام طيب يعني احنا كان عندنا العامل المصري والفلاح والبي والباشا الكل كانوا بيأكلوا فول أو بصارة دي بصارة بحاجة الفول المصري طبق شهير جدا طبع فكان العامل بيأكلوا مع بصل كم يديله مناعة وبيشبعه حتى الفول ما بقاش موجود الناس بقت تاكل حاجات تانية غير الفول لا الفول بروتين وده كويس جدا ده حيديله طاقة كويسة وحيبنيله عضلاته فدلوقتي بيأخده اللي هو الكشري مثلا الكشري ده كله كاربوهادريت مع شوية عدس أو شوية بروتين فيه نباتي لكن بيديله الطاقة انه هو يبتدي يشتغل أكتر يديله قوة أكتر يديله نشاط انه هو يقدر يتحرك لو احنا عملنا كده يعني لو احنا خدنا الكاربوهادريت والفول والعاتس والخدار والكلام ده كله وعملنا رياضة آه كده مش حنزيد في الوزن لكن لو قررنا ان احنا ناخد الحاجات دي وما حركناش نفسيا يعني كدنا ناشويات كتير جدا وما فيش أي حركة لأ كده حنزيد في الوزن أكتر وحيبقى خطر على صحتنا طبع يعني عدم يعني احنا بلد الخدار ومزين على فكرة بس الجيل الجديد للأطفال ما بقوش يأكلوا الحاجات دي الأمهات دوات الأسرة الأسرة هي دي العميل فالأطفال تأثروا من انهم ويتلوش خضار الأم بتشتغل الأم بتنزل وتطلع الأم بتعمل عندها مليون حاجة تعملها ممكن ما تهتمش بأدناء عايزة تكبر دماغها بتعمل ايه خد فلوس وانزل اشتري اي حاجة وده اللي بيخليهم يأخلوا حلويات أكتر ولما يأكل حلويات أقوله تعالى كل الأكل الصحي اللي أنا عمله ما يأكلوش لسبب واحد إنه هو خلاص ما تهتملت أو عنده كمية الأكل زادت في جسمه فمش هيقدر يأكل من الحاجات الصحية اللي احنا عاملينها طيب أنا عايزة أرجع هنا أستاذ محمد دلوقتي احنا كمصريين عندنا ثقافتنا وهويتنا انت قلتين الناس كان بتاكل اللحمة يوم في الأسبوع والفراخ نفس الحكاية بس انت بقيت في مصر بقى عندك المطعم السوري المغري شاورميته بقى بحاجاته بأكله المطعم اليمني بالمندي المطعم الخليجي بالكبسة فكل الحاجات دي بقت موجودة في مصر يعني موجودة على المعينة المصري بو الصيني والأمريكي كمان والصيني والأمريكي والياباني صحيح فكل الحاجات اللي بقت موجودة دي غيرت كتير من الهوية المصرية هو انتشار فكرة ثقافة تيكاوي اللي هو يمكن حتى برضو تاريخيا نص التسعينات كانت المصطلح ده بقى بسيطة كتير جدا وبقت طول الوقت التعامل مع فكرة تيكاوي بقت منتشرة يعني بشكل جبار جدا أثرت قوي على مستوى أولا شكل السندويتش اللي هو الضخم جدا ده اللي كان أول مرة نشوفه في التسعينات اللي هو دلوقتي عادي دلوقتي موجود والناس كلها بتتعامل معي كان ده علامة من علامات انك بتقول انك يعني إغاني فكانت الناس في الوقت بتقدم عليه على اعتبار انه مظهر بمظهر السراء ثم بعد كده اتحولت لعادة مع الأعياد بقت الناس في العيد بياخدوا المصروف يروح بيجيب بيوح طبعا العياد عندنا مرتبطة بالأكل عندنا عيد اللحمة وعندنا عيد اللي بتاح كل مناسبات أكل وعندنا شام النسي من في سير طب أنا عايزة أقولك حاجة هناك حلينا برضو نفتحها أكتر تاريخيا مصر بلد الحضرات يا ما حضرات جات على مصر ويا ما استعمار جاء على مصر ونس وأحيانا كانت تبقى الحاجة مصرية وبعدين يتم يعني تبقى يعني تروح بقى للجانب التاني وده شاهدنا مثلا أيام الاستعمار العثماني يعني مثلا انت ببقيتش عارف هو المحشي ده بتاعنا أو المطبخ التركي هو مصري ولا هو الظلمة التركية يعني أخذوا حاجات كتير لا المحشي بتاعنا بقى فيش حاجة اسمائية المحشي بتاعنا المحشي بتاعنا المحشي بتاعنا هو ده وحنعمل عليه بمشكلة والملوخية بتاعتنا دي من زمان بس دي الهوية دي كمان مهمة لأن انت أحيانا مثلا يقولك إيه الفتة المصرية لا الفتة أنا سمعت أن الفتة مكانش بتتعامل بطماطم ومكانش فيه طماطم في مصر دي حقيقة؟ لا هي الفكرة هنا الهوية اللي علاقة بالأكل لأن احنا متعامل مع الأكل فيه جزئتين جزء اللي علاقة بالصحة إنه شحلة كويسة وفيه جزء اللي علاقة بالثقافة احنا مسقفين في الأكل تمام والتاريخة هو الصور الأديمة بتقول صحيح وإحنا يعني طول الوقت المصريين عندهم عادات غذائية وعندهم تفاصيل في الأكل الحقيقة فعلا ممتعة يعني مش عايز نتعامل معها بس من الجانب الصحي عشان ما نتضيقش منها لكن هي فكرة الفول بتاع الصبح ده وأحيانا يعني لو في المخرجة ولم يقعد مثلا الصمية ده طبق بيض وفول وطعمية وجبنة وهكذا كل السفرة دي اللي بتعمل على الفطار ثم السفرة اللي بتعمل على الغداء ثم على العشاء وبنشوفها في أفلام كتير دي جزء من الهوية المصرية إنك مش هتشوف فيها أي أكل لم يصنع في مصر يعني أنت لما هتشوف الطبق هتعرف ده معمول فين يعني الفكرة دي فكرة مهمة الفول ده معمول في مصر بالضبط الطبق العيون ده هتسميها بقى جرين بيرجر دي قصة ترجع لك لكن هي في نهاية شفت الطعمية هتعرف أن دي معمولها في مصر شفت البصارة هتعرف أن دي معمولها في مصر المحشي نفس المسألة وعايز أقول لك دعايات كتيرة جدا يقول لك أكل مصري أيه فطار مصري يعني يربط كلمة مصر مع الأكل طيب دكتور سؤال كده هسأله لك وناخد إجابته بعد الفاصل السؤال بيقول أنه حضرتكم كأساد زي لما بيجي حد يعمل دايت أو حاجة فكتير تقوله تحب تأكل إيه الصبح فول ولا هو يقولك أنا بحب كرواصان أو أكل أي حاجة فطيرة بالجبنة أو أي حاجة إيه الأكتر صحي يأكل فول وشوية بصل بضاية معاها حتة جبنة قريش ولا يأكل كرواصان أو يأكل توست ومعاها الحاجات اللي بيأكلوها تركي وسماء والحاجات دي أشخصان مع الفول بعد الفاصل نكمل كلام أكل المصري بديع 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 دكتور سألتك سؤال بالوقت الناس في الفطار لما بيروحوا للأسادزة فيقوله خد أفوكات وخد سيماء خد كرواصان ده ساكن في السحل ده ولا في التجمع ده ولا يرجع يأكل طبق الفول المصري بتاعنا كويس الصحي أكتر وعلى حسب بقى يعني إيه هاي يعني هاخد أفوكاتو آه الأفوكاتو ممكن يعايزه وعايز مع السيمون في ماء ولو إمكانياتك تسمح بكده ممكن بس يا المشكلة إن دو نمرة واحد غالي إمكانياتي ما تسمحش ما تسمحش خليه أتكلم على معظمنا مش هقوله بقى طماطم وخيار وكده كويس بس المشكلة بقى الكمية قد إيه ما أنا لو كلت طبق فول يعني أنا كشخص أيو أكل طبق فول قد كده أنت عارف الطبق الفولي اللي بيتباعها العربيات آه تحفة بس نقوله شوية زيت قليلين ولو يا سلام لو زيت حريب أحسن كده والعيش أساسا بقى صغير آه أيوه والحمد لله خدمونا بس هيوه دي مشكلة بقى إن أنا لو كلت منه كتير برضو حتى لو صغير هناخد منه أربعة خمسة كده مش هينفع للسيدات يعني السيدات مفروض تأكل إيه بقى نص رغيف 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 دي أهم حاجة لكن هتبتدي بقى تقولك هاخد رغيف كبير دو طب 2 جنيه وياخد منه نص وبرده كده هيبقى كتير قوي الكمية أننا أخد بالردة ولا أخد فينه ولا أخد اللي هو الشامي لا ناخد لأي حاجة فيها رد طيب من الثقافات برضو قبل من نروح أستاذ محمد الثقافات المصرية أنا بشرب دلوقتي الينسون المصري أو الشاي بس بقى فيه ثقافات تانية إحنا بقى عندنا كابتشينو ولاتيو كراميل وكل الحاجات دي مليانة برضو لبن ودهون والتعم الكرش للناس جدا والأخطر منهم بقى أي حاجة اللي يقولك فيها اللي هي الظروف اللي هي ثلاثة في واحد واثنين في واحد والكلام دا كله دا بيبقى فيه كريمر اللي هو الكريمر دا ودى مرة عن نشا الحاجات دي ممكن تسبب زيادة في الوزن وحكاية اللي أنا طب دي هي بتعمل دماغي يا دكتور أنا ما قدرش أسحل الصبح الأهوة التركية كويسة طحفة ليه شوية مية وبون والأهوة كويسة أهوة خضرة أهوة عادية بتاعتنا كويسة جدا هل كميتها الكتير برضو غلط كل الكميات الكتير غلط أي حاجة غلط لازم بتأنن وناخد بالعقل ونشرب قهوة هتساعد على الحر عسل في الشاي ولا أخد دايت سكر دايت بص يا هادم لو أنا عايزة أعمل دايت يبقى أخد سكر دايت أو من غير سكر خاص زمان المصريين ولا كان عندهم سكر دايت ولا حاجة وكانوا بيشربوا الشاي التقيل دا الشاي السعيدي معروف بمعالق بس اللي بيحصل إيه بقى إنه هو بينزل وبيتحرك وبيعمل أي مجهود لا أنا لو هاخد بقى الكلام دا واخد كمية السكر اللي بنا بحطها دي 3-4 معالي حزيد في الوزن طب لا حط عسل العسل حزودني في الوزن صحي بس حزود في الوزن فهي فكرة إنه إحنا كنا بنحط دا بس منمشي إحنا ما بقناش نمشي هناخد عسل كتير أنا حقدك يا دكتور وحروح عنده أستاذ محمد عشان هنروح معاك فين هروح معاك فين هروح معاك السعيد واروح معاك مدن القناة واروح معاك برضو الشرقية بقى الحاجات المحشية للفتوء دي الشرق وبقى في البط والبحيرة وكل الحاجات الحلوة دي عادتنا وتقاليدنا اللي هنا الناس كنت أكل ويكة الناس كانت بتاكل الحاجات الملوخية والشلولة والبصارة والحاجات دي كلها والأكلات حتى السعيد عندهم فتة بس الفتة بالرؤاء واللحم يعني مختلفة شوية طيب التاريخ هنا كان بيقول إيه اتغيرت الحاجات دي ما بقيتش موجودة برضو هو كان فيه جزء أولا اللي احنا بنتكلم عن نص الأول من القرن العشرين وقرن العشر كله انت بتاكل من البيت يعني البيت بتاعك هو المصنع كانوا بيخبزوا في البيت دلوقتي ما بيخبزوش الفطير يعني برضو مناسبة الفطار يعني طبعا ده بالصحة بس فطير المشالتت في المناطق الريفية والعيش الشمسي في السعيد بالضبط العيش الشمسي اللي ما يعرفوش هو ده سمكه يعني سمكه بالحجم ده وبالتالي فانت محدش يقدر يكون رغيف شمسي على الإطلاق بياخذوا جزء كده بالضبط وبالتالي فانت وده بيبقى مع الملوخية يعني يوم في السعيد انك بتاكل النهاردة هتاكل عيش الشمسي مع الملوخية وبيأكلوا الملوخية النشفة كانوا بينشفوا الملوخية وبيأكلوها صحيح وبالتالي فانت البيت عندك هو فيه كل حاجة فيه فرن انت بتاكل فيه الأكل فيه الفراخ عندك في البيت التفاصيل كل اللي انت بتاكله انت بتاخد البيض اللي هتاكله برضو من عندك من الفراخ بتاعتك فانت عامل مصنع صغير بتاكل منه كل حاجة وبالتالي فانت بتاكل من الأرض بتاعتك اللي انت أصلا بتزراحها بتبزي الجهد في زرع الأرض دي فبتخليك نشيط نشيط وجسمك بيحرق أي أكل أنت بتاكله يعني حتى لو كلت بقى طبق الفول الكبير أو كلت الفطران مش هل تتأكل فأنت في الناب تحرق يعني بشكل جبار كأنك راح تلعب مطر أيو وبالتالي فالفكرة دي كانت الجهد اللي بيتبزل كتير الأكل كله طالع من الأرض وانت بتاكل كله الصحي بقى اللي هو الهلسي اللي احنا بنتكلم عادي الوقتي هو أنت الأكل من الأرض فانت تطالع بجودة عالية جدا لانتك أنت العامل لنفسك يعني أنت مش راح تشتري فاتغيرت الحاجة خلينا نقول أن كل الكلام الثقافة مع الفكهة اللي كانت موجودة بقى هل على مدى التاريخ في دول تبقى منتبهة للهوية الغذائية يعني اللي هو إحنا معرفين في مصر بأكلات معينة مصرية وبطرق عملها بطريقة معينة يعني مثلا ممكن يجو في العيد يقول لك هي الفت تب خليه توم ولا بسلسل ويختلفوا مع بعض في سكندريا تعمل بطريقة وفكرة تعمل بطريقة وحتى الكشري الكشري اللي هو فيه كشري كشري أصفر والأصفر ده في السويسي اسمه كشري سويسي بس ماشي مع الهوية المصرية ده هو جزء رئيسي الخطورة أنك لما بتطلع بره الهوية دي وتبتدي تاخد شوية حاجات من الثقافات اللي حواليك تأثر عليك مش بس بتأثر عليك هو أنت ما بتعرفش المنتج بتاعك إيه يعني المسألة مش في الكبار المسألة في الصغارين الأولاد الصغارين دلوقتي هو عارف الفرق بين أن الملوخية دي بتاعتنا ولا لأ والشاورمة بتاعتنا ولا لأ لا مش عارف طبعا هل هو عارف أن السندويتش البرجر اللي بيجيون بره ده تبعنا ولا مش تبعنا وأن الطعمية بتاعتنا مثلا دي المسألة ده الخطورة بالمناسبة أنك على الأقل تبقى عارف الهوية بتاعتك عندك شخصية نحن نرجع عندنا هوية غذائية مصرية معروف وعلى فكرة المطبخ المصري وده على فكرة أنا أسف هو ده ما يتعرضش خالص مع أنك تاكل كل حاجة تانية لكن هي بس أنا حسأل الدكتور السؤالة عندك شخصية الأول أنا حسأل الدكتور السؤالة يعني أنا أحيانا حضراتكم بتنصحونا أنه إحنا مثلا ناكل الخضار في وقته يعني مثلا أنا الموسم الصيف في ملوخية بامية أنا مش عارفة إيه؟ أكلهم مجيش أكلهم في الشتاء رغم أن الحاجات دي بقت موجودة في الكياس وموجودة طول الوقت المنجة مثلا صيفي مجيش أنا أخزنها وأكلها يعني قيمة أننا كل الحاجة في الموسم بتاعها هل ده صحي أكتر؟ أكيد لأنها لسه تبقى وقتها وتبقى مور صحية أكتر لأن أخدها في وقتها أننا ما أخدش مثلا المنجة في الشتاء وعلى أكون مخزنها أو مخزن حاجة وأستخدمها حشان أبقى أسمها متخزنة حتى لو كانت مخزنها كويس وعارفة بعمل إيه بس أسمها متخزنة وتبقى لها شكل تاني وطعم تاني خالص غير اللي أخدها جاية حتى كمان كل الأهالي لما تيجي تقولك أنا حنزل الصبح بدري مش حنزل وقت الظهرية عشان ألحق وهو لسه جاي من الأرض صباح صح هو ده ده الأهم لكن أننا أخده صحي واطبقه في ساعتها مش أخده وخزن بس بالنسبة خزنة علشان يبقى موجود عندنا آه كويس لكن دوت الصحية الأكتر لأنها أخد على انتظام أنا بقى بالنسبة لموضوع أننا الهوية المصرية وأننا ما أخدش غير أكلات معينة بتاعة مصر ما احترمي للأساس ذا كلهم لكن أنا شايف أن اللي أنا أتعرض لثقافات تانية وشوف إيه اللي يعجبني ده الأهم مش أبتدي أقول لا أنا مش هاكل غير دا طب أنا هنا هسألك لا طبعا ما أكيد احنا منفتحين وطول عمر مصر منفتح لكن أنا عايزة أسألك سؤال يعني خلينا نفكر مشاكل تاني أنه المصري كان زمان بيزرع وبيفلح وفي المشتغل وبيروح بيبزي المجهود وبيمشي دلوقتي رمود كنترول كسلنا التوكتوك منتشر في الأحياء الشعبية فالناس ما بقيتش الحقيقة تمشي تسير طيب دلوقتي كمان بقوا بيأكلوا حاجات مليانة دهون يعني لما يكلوا الأكلات اللي هي مليانة لحوم وعليها زي ما قلنا الجبنة اللي على الحاجات الشاورمات على البطاطس وعليها جبن وعليها دهون وعليها طحينة فهل دي يعني خلت المصري يتعرض أو يبقى فيه معرض لأمراض تانية ارتفاع ضغط كولوسترول حاجات مكادش موجودة زمان دي حقيقي ودوت اللي خلينا نزوت أكتر كمان حتى فيه الناس اللي لما نزيد في الوزن نسبة إننا يجيلي السكر بتبقى عالية جدا فحتى لو كان فيه موجود مرض السكر في الأسرة ممكن ما يجيش يعني بيبقى اتنين بأخوات واحد عنده السكر والتاني لا والأسرة كان بيبقى عندها هستري في العيلة ممكن يتغير الجين بعد كده بسبب الأكل دي حقيقة الجين يتغير بسبب الأكل اللي موجودة في الأكلات اللي بناكلها من المقرمشات والكلام ده كله دي ممكن تساعد إننا أتعرض لأمراض وخصوصا مرض السكر وأمراض القلب والكولوسترول العالي المقرمشات اللي مليانة سبغات والولاد بيقبلوا عليها سيني ومحمص ومشمس وألوان والحاجات دي برضو صحيا بتصيب الأطفال بحاجات كتير جدا مظبوط مظبوط يا هاني لأننا باخد منه بكميات والولاد أو الأولادنا بياخدوا منه كيس لا أعيز أخد التاني ودلوقتي الكيس مدى ما ياخد بكيس صغير هياخد بسبعة جنيه هياخد بعشرة جنيه وحيبتدي ياخد كميات أكتر دكتور إحنا مفروض نأكل بروتين قد إيه في الأسبوع بصي حضرتك إحنا المفروض إن إحنا في الوجبة اللي هي مثلا وجبة الرئيسية هنأخد في حدود 100 جرام كل يوم أكل بروتين يستحسن لأن البروتين صحي لأن في حاجة اسمها أمينو أسد لأمينو أسد دوت متقسم بديجي من البروتين في حاجات حاجة اسمها أسنشل وحاجات نان أسنشل الأسنشل يعني يعني إلا أنا ما أقدرش أخدها من أي حاجة تاني غير غير بروتين طيب ليه كانوا زمان المصريين بيأكلوا بروتين أقل الصحة بتأحسن؟ الحركة كتال الحركة الحركة كتير المجهود أكتر بيتزود الكتلة العضلية لما بيزود الكتلة العضلية صحيا ومنعته بتبقى أقوى لو أنا أكلت يا دكتور ثلاث تيام بس مرة قطعة فراخ سمك لحمة والباقي بقى بيض وحاجات نباتية بروتين طمية هيها ما هو الفراخ ما أنا مشاكل سبعة تيام عضلاتك فراخ سمك لحمة بيض في الآخر اسمه إيه؟ اسمه بروتين بيتحلل جوة الجسم أمينو أسد بس مش كل يوم لحمة مش لازم من قال كده لكن أنا ممكن أنوع بقى يعني ممكن أخذ بروتين حيواني مع بروتين نباتي طب ما فين من ناس نباتيين كتير طبع وبيبقوا صحيين إن كون أنا عندي أعتراض على الكلام ده لأن النباتيين كأنواع لكن لأنا حابقى حاجة اسمها فيجن اللي هو ما بيقولش أي نوع من نوع ولا جبن حتى ده بيقلل في فيتامين بي 12 واللي هو مسؤول عن الأعصاب ومسؤول عن الرعشة والكلام ده كله فأنا حابقى خطر فلازم أخده عن طريق الحؤن مثلا فده الناس اللي هم الفيجن ما أنصحهمش إن هم يبقوا على طول لازم ياخدوا حؤن وتبع أشرف طبي برضو طيب هل ما خدش بروتين حيواني كتير والدنيا بقت غالية وحنعمل إزاي لا إحنا ممكن ننوع بقى ممكن بروتين نباتي وممكن بروتين حيواني يعني رجعت تاني للفول والكشري والعطس أحسن أستاذ محمد يعني خلينا نختم حضرتك ونقول إنه المصري القديم كان هو أصح واحد فيه لا أصدابنا أهرامات يعني هي المسألة حتى مجهول جبار يعني المسألة يعني مساحة يشافينا عملي دي مش نظريات يعني أنت لما بتشوفي هاتك هو إيه المنتج بتاعه يعني إيه اللي بيفضل من بني آدم يعني الفنان إحنا بنعرف الفنان إمته من إيه من أعماله اللي بيسيبها فنفس المسألة ده سيب أهرامات ده سيب الهول أيوة ده سيب معابد لو كان جبل من الأكل ففي النهاية أنت لما بنشوف المميوات في المتحف نحيفة نحيفة فطبيعي يحرق أي حاجة ده هو الحجر ده اللي إحنا لحد اللحظة دي مش عارفين هو طلع إزاي خد بالك الأشياء المدنية كمان وإقبال الناس والإعلانات بتأكل أكتر فهو بيحط في معندته حاجات زيادة عن اللي لا والتوقتات أنت في النهاية كان غروب الشمس بيعني انتهاء اليوم صحيح وبالذات كان النظام الريفي هو أحسن نظام والصحيح مع أول ضوء وده الأهم لن نحن حتى كصحيا يعني نختم آخر وجبة الساعة الثمانية لا بصي حضرتك بقى عشان هي كانت النظام المتقطع والكلام ده كله مش مظبوط لأنه بيقلل الكتل عضلية أنا حرجع الساعة 19 وجوعتوني حاكل حاجة من الحاجات الأستاذي لو كاننا من أول ما نسحة لغاية ما ننام مش حنزيت في الوزن من أول ما نسحة لحد من ننام أيوة ربنا خليك يا دكتور يعني أنا حروح أكل كويس لازم بس بعد أن أخذش بوريتي بس مزافريت شوئي مزافريت شوئي ده أكيد خلينا نتفق وأنا هتفق معك جدا بأنه أيوة أنا أحب يكون فيه هوية مصرية معروفة للأكل وللأجيال صحيح لما إيه بني يأكل الطعمية الطعمية دي مصرية بتاعتنا وما فيش مشكلة نأكل كل حاجة بس نبقى عارفين إيه أكل بلدك أنت بتاكل إيه دي شخصية على فكرة إنت من الناحية التاريخية عايزه يعرف هو بيأكل إيه بالزبط وهي بتاعت مين وحضرتك عايزه يأكل أكل صحي صحي بتأنني يأكل كل حاجة بس يأكلها بشكل صحي ويأكل كل الثقافات ويشرب مياه كتير ويشرب مياه كتير بأهم ما بيشربوش مياه كتير خطر جدا بشكركم جدا بشكرك دكتور هاني شكرا جزيلا دكتور هاني جبران أستشاري التغذية شكرك شكرا جزيلا وطبعا الأستاذ الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد توفيق بشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا وعايز أقول لحضرتكم إنه الأكل ده المصريين بيفتحوا نفسه بعض وعشان كده أفلامنا دماء خفيف أنا شخصيا حبيت الويزة والبطة بقارفين الفيلم بتاع الزوجة التانية دي ويزة عمد من ساعاتها بحب جدا المشهد ده وحبيت الويزة من ساعاتها عندي فقرة لطيفة جدا بعد قليل مع الفنان ويعني أمير شاهين أمير الحقيقة بيعمل دور حلوة جدا وعنده مشاكل بيساعد فيها الستات والرجالة علشان الراجل لو حبي يطلق مراته ويعمل إيه حنشوف إيه الحكاية مع أمير شاهين وإيه اللي وصله لأحمد فاهمي في الفيلم وحاجات كتير جدا في انتظاركم بعد الوجبة الصحية دي حنختم الفقرة الجاية مع الفنان أمير شاهين بشكر حضراتكم شكرا شكرا